اهلا وسهلا لغزالة ديالي مرحبا بكم معايا مجددا في قناة برونيسوان كنتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى اخر ويلقاكم هاد الفيديو في احسن احوال يوم هنشوفوا حلقة جديدة من مسلسل لعبات القادر باش نذكركم راني حتيت ديجا الحلقة الاخيرة غدي تلقوها عندي في القناة واللي مازال ما شافهاش غايبا ليكم الرابط ديالها الفوق على الشاشة وده بغان دوزول الحلقة ديالنا كيف لحظتم معايا من خلال العنوان غدي نشوفوا الاختيطة في ديال الرافيف من طرف عمر غيديها الواحد اللي يخت وغدي يحاول انه يهرب هو وياها ويبعدها كغيموا على المدينة اللي عايشين فيها ولكن طبيعة الحل عمران غدي يكتشف الحقيقة ديال عمر في الوقت المناسب وغيعرف انه كان يعني غير كيخطط ليهم باش يخطف رافيف وكذلك ولدها معاد المهم غدي يحاول ما امكن وغيدير كل ما في جهده باش ينقدها وكيف شفتوا معايا في الصورة المصغرة ديال الفيديو اكيد هو غدي يقدر يدير هاد شي دونك بلا ما نطول عليكم انخليكم تكتشفوا التفاصيل بنفسكم كيف القاعدة وخليكم معايا حتى الاخر الفيديو وكنتمنى لكم مشاهدة طيبة غدي نبدو الحلقة ديالنا مع رافيف ونعمة كي بينهم في القصر قلسين مجمعين مع بعدياتهم احتاج عندهم عمر المدير دياله رافيف جا عندهم للدار وجاب لها شي خدمة هو كيدير غير سبة باش يشوفها ويتقرب منها لانه تفق معاها من بعد ما دي تحمل الحمل ديالها التاني انه هو يبدي يجيب ليها الخدمة حتى للدار المهم باش تبقى معاها في الشريكة لانه هي قلت ليه دا براني حاملة وشوية الوضع ديالي السحي ماشي هو هاداك من الاحسن انه نخرج من الخدمة ونقلس في الدار ولكن هو طلب منها وترجاها انها تبقى في الخدمة وما تسمحش فيه بشرط انه هو يبقي يجيب ليها الخدمة اللي عندها حتى للدار باش ما تتعبش ودعمه وما تعيش وبالفعل هادشي اللي وقع عمر جاب واحد الملفات لانه عندهم واحد البروجي خدامين عليه ومن اللي يدخل عندهم ملقاها هي ونعمت رافيه فقدمت لنعمة عمر قلت لها هادا المدير ديالي في الشريكة ونعمة رحبات بيه وقالت له مرحبا بيك اولدي انا راني عقلة عليك حيث فيت لها طلقت معه وقالت له كان عزيك بالمناسبة بما انني شفت كذابه كان عزيك في الزوجة ديالك والابن ديالك اللي فقدتيهم في هاداك الحاديث سافي هو ما عجبته وش هاد له دراف بزاف المهم خداول ايد نفجوش بيهو من عند نعمة باش يقلسوا في السالون ويبدأوا الخدمة ديالهم وهي خلتوا معاو تاني على خاطرهم قاتلهم سافي غير قلسوا انا غادي نمشي عند درارين شوفهم شنو كيديرو واللعب معهم شي شوية من بعد قلسوا وياها على الطاولة كيف كتشوفوا بدو كيشوفوا دوك الملفات وهو يقول لها رافيف وش كدني ان هاد البروجيز عمل لي انه كبير بزاف وش غنقدرو نكملوه في شهرين اللي بقتلينا رافيف قتله اكيد غادي نقدرو نكملوه الى خدمنا بجيد ديال وزع ما دربنا فيه تمرار راه غادي نساليوه وهو يقول لها شتي هاتش عدد تختاريتك وما بغيتك شتمشي بحالات كنتي اللي كنتي بغيت تسمحي فينا وتجي تقلسي في الدار بقاو تيد حكو مع بعدياتهم شوية هو يقول لها رافيف جاتني واحد لفكرة علاش ما نمشيوش لشي ما قاو نقلسو نخدمو على راح تناب لا ما نديرونجي وما ليندار رافيف رفدات قتله لا ما كان حتى شي مشكل بالعكس احنا ما مديرونجيين هومش قلسين بعادين عليهم وكل واحد كيدير شغالو دونك ما كان حتى شي ازعج رافيف فاد الوقت طلبت منو الادن قتله غنطلع لغرفة ديالي نجي بالحاسوب ونرجع دغية ومشات وهو فاد الوقت هاده التليفون ديالو تصل بشي واحد اللي طلب منو انه يوجد لواحد القارب او لليخت سيدرها القارب واجد وكيتسنك وعمر قالو صافي احنا من بعد واحد ساعة ولا ساعتين ماكسيموم غادي نجيو وكل شي غاديدوز مزيان كيف ما خططنا لي دا بغنشوفو رافيف طلعت الغرفة ديالها وقبل ما توصل سماعات نعمات وساحبتها سوزان قالتين كيهدرو على دينا وكذلك عيدا لنك باش نشرح ليكم مزيان في هاد الحلقة هادي غا تكون دينا خطفت بنتها عيدا وداتها بالمساعدة ديال عمر لواحد دار في الجبل هاد الحلقة ولا هاد الحادة درتوليكم بتتفصيل في فيديو اخر لي مازال ما شافوش غاديبان عندكم الرابط في اعلى الشاشة لنك ما بغيتش نخلط لكم الاحداث خليت هاد الحلقة مخصصة لاختيطاف ديالها رافيف والحلقة الخورة خليتها مخصصة لاختيطاف ديال عيدا لنك هنا يا رافيف مني غا تجي غا تسمع نعمة وسوزان تيدوي وعلى الموضوع ديال عيدا وكذلك دينا نعمة غا تقول لها سفي الحمد لله را قلو لي بلي القو عيدا وغا تسولها سوزان فينا بلصة القوها غا تقول لها را هادت هالوحد البلصة بعيدة زعمة غير في الجبال في الخلا ما كانش في هاد ديور وكانت مخبية هي وياها تمو ولكن انا غا تفهم مع هاد الحقير ابني غادي ترجع وما غا نرتاح حتى تولي ترجع للسجن ودو وزحيتها كاملة فيه وهكذا رافيف غا تفهم ان دينا هربت من السجن واختفت كذلك الطفلة ديالها ولا بنتها عيدة ودتها هربت بها ولكن هما ما كانوش بغيين يقولوا لي هاد شي كانوا مخبين علي هالموضوع وكانوا قالوا لها بلي عيدة مشات لي عند الجدة ديالها تشوفها لانها توحشتها وصافي علاش لان الحمل ديالها شوية كان سعيب فما بغوش يوتروها ويقلقوها بيش ما تتخلعش وتمشي توقع لها شي حاجة هي غادي توتر بزا فني غا تسمع هاد شي وغادي تتخلع واخا عرفت باللي القاو البنت ولكن واخا هكي غادي يبقى فيها الحال بزاف حيث ما كانت عار فوالو فمشت مباشرة كتجري لعند عمر بلما هدرت مع نعمة وسوزان وهمشت عند عمر قاتلي اسمح لي بزاف ولكن انا خاسني دابة نخرج ما غا نقدرش نكمل معاك الخدمة قال لها ليش يا كلا بس حاول انه يفهم الموضوع هي ما شرحتش ليه مزيان قاتله موهي موضوع عائلي وخاسني ضرور يمشي عند راجلي لانه محتاج ليه في هاد الوقت وخاسني نكون وقفة معه قال لها سفي مزيان ما كان حتى مشكل انا غادي نوصل لك حتى لعند عمران جاتوا من الجنة وان هس جاتوا الفورسة حتى البين يديه قاتله واخا شكرا بزاف انا غا نطلع نجيب ساكي ونرجع هي هديك مشت جبت حويجها وخرجت مع عمر على اساس غادي يمشي يديها عند عمران طلعت معه في السيارة ومن طبيعة الحل هاد شي كله ما كانش فرص حتى شي واحد ما شافوها شفاش خرجت هي وياه لا نعمات لا سوزان لحت شي حد بينهم لينا غادين في السيارة ومر مرة كان كيشدها واحد الحرق خفيف كييجي ضغية وكيولي يمشي في البطن ديالها لانها توترت وكيف ما قلت لكم الحمل ديالها كان شوية سعب المهم هو كيسولها واش هانية تتقول له لما كين حتى شي حاجة ماشي مشكل هانية زعم الأمور وولا سولها شنو هو المشكل اللي كين وعليش بغية تمشي عند عمران وش رحات ليه قلت له عرفتي دينا الزوجة السابقة ديال عمران رها خطفت بنتها عيدة ودبرهم القاو عيدة وقبطو زعمها دينا خاصني ضروري نمشي نوقف مع عمران في هاد الوقت هادا غدي يكون محتاج ليه ما شافتش الحمقى الخورة ان عمر فرصو هاد شي كامل وهو اللي خطط له وهو السبب فيه هو اللي داره واحد ساعة رفي فردت البال ان عمر غير الطريق يعني ماشي هديك الطريق اللي كانوا غاديين فيها وماشي هديك الطريق اللي خاص هم يمشيوا فيها فسهولة سو قلت له علش بالتلتي الطريق قال لها لما بالتلتي حتى شي حال راحنا غادين لحياتنا جديدة هي مردت ما جابت من هاد الهضرة لانا كانت مرونة مع داك الحرقة بيفكرشها فماركزتش معهم زيان هو مني شافها بحال هاكت زيارة سافي درب ناقص وقال بعد دا غا يديها المستشفى يشو شنو واقع لات مشي تحتاج لشي اسعافات ولا شي حاجة وعاديك ساعة يهربوا فكيف كتشوفوا معايا في اللقاتات امشاوا مباشرة للمستشفى باش يفحس رفيف عند الطبيبة ديالها ومن يدخلوا لداخل رفيف تزيار عليها الحل بزاف وبدت تتقول لها فك عيت العمران خصوه ضروري حتى هو يجي قول لي هزا مش نواقع معنا وخليه يجي عندي حتى هو انا محتجا له قلها شوفي غير تهدني غادي نعيت لدبل لنفغمية غتدخلك لداخل وانا غنتكلف بعمران وهنتصل به ونعود له كل شي بدت يغوتي على ذاك الممرضات يقول لهم عتقونا جيبونا شي حاجة فنزو سيدا رها مريضة ومن يدخلوا الممرضات رفيف عند الدكتورة ديالها هو خرج على برا وتصل بالمحامي دياله معيتش العمران كيف مقاليها يعني غاي كان كي يكذب مهم تصل بالمحامي وهنا يخبروا المحامي دياله ان دينات تعتقلات مجددا ودخلت للسجن وراها عند شرطة سولو قال ليه واش اعترفت بشي حاجة واش اعترفت عليها قال ليه راعد غادي تكلم وغا تعاود للشرطة كل شي واكيد هما غادي يرقبوك من خلال التليفون ديالك سافي مني يقطع معاه للتيسال عمر الارمى ولا لح هذك التليفون دياله في المستشفى ما خلاهش عندو باش حتى يلا بغوا يرقبوه ما يلقوا عليه حتى شي اثر من بعد غنشوفو رافيف يعني دارة الفحص ديالها وبقدس الدكتورة كتشرح لها الوضع ديالها تم بناتها كتلها را ما عندك حتى شي حاجة خطيرة دكتورة ديالك كان توسطك انك ما توطريش وما تديرش يعني مجهود كبير قاتلها بصحة تشيلي كاين وهي تقول لها اكيد انتي توطرتي ولا يعني دتيبشي موقف ما شي هو هذك عليها جاك هذك الحرق المهم ما تخافي من تشي حاجة را كل شي هو هذك دا بغت بقي معنا غيلا ما يتساللك السيروم وغادي تخرجي رافيف تفي بقت قلصة وطمأنت على الحالة ديالها وارتحت باللي ما عندها حتى شي مشكل وهنا بينو لينا عمر غادي للغورفة ديالها رافيفة باش يتمأن عليها وهو يلقاها خارجة ديال بستحويجها سأفيه خارجة قلع شنو كاديري قاتلوها لورا تسال السيروم والدكتورة قاتلين قدر نخرج يعني را ما كين حتى شي حاجة خطيرة سافي قلليها وخا كان عتادر منك ولكن غادي تسنيني شوية لما نكمل الإجراءات قاتلو را خاصني ضرور يمشي عند عمرا قلها غادي نديك لعندو بيدية حتى توصل لعندو المهين دا بغيت سنيني نقاددو الوريقات باش تقدري تخرجي من هنا سي نورا ما غاديش يخلي وك تخرجي قاتلو سافي وخا وفهاد الوقت هادا جاتلي عندهم الدكتورة النفسية ديال عمر شافتوا وقف مع رافيفة وسلمت عليهم غير من البعيد عمر قال لرافيف ديك ساعة سمحي لي غادي نشوف الدكتورة ديالي وغادي نرجع ومشاك حزل عندها باش ما تهضرش هي وياه قدم رافيفة وتمشي تفضحو سافي الدكتورة مأنت علي واش وصل لما تعلي زعمه وسولاته على راسه قاتلو انا تنخدم ثلاثة المرات في هاد المستشفى انت شنو كادير هنا قال لي انا جيت غير مع واحد صديقة عندها شي مشكل وجيت نوقف معاه سافي هي قاتلو شوف خاستك تتلى في راسك ما تنساش الموعد ديالنا يوم الاربعة وخصوصا هادي نوصك على دك الموضد الاكتئاب ولدك الدوا ديال الاكتئاب ليعتعتك خاستك تاخدو بنتي دام وما تنساش نهائيا راه قوي ومجهد بزاف وهنا هي سمعت رافيف هاد الهدراء هادي خصوصا على موضع الاكتئاب ولكن مدت ما جابت حتى هي يعني ما مركزتش معهم في الموضوع حيث بالها كله مشغول مع عمران وعيدة وخاصة غير امتى تمشي عند عمران وتهضر معه فالسلع عمر محادثة دياله مع الطبيبة مشات في حالتها وهو رجع لي عند رافيف قل ليها سافي دا بغا تسنينين سيبغي الوريقات ونخرجه من هنا نمشي عند عمران مباشرة نقاتله وخاعفق غير ما تتعطلش دينا من بعد ما قبطوها يعني البوليس وهو نجح فانه ينقضل ابنة دياله من يدين دينا مرة اخرى مهم جابها للدار هو وجلال وكانوا كلهم جمعي العائلة كان كل شي مخلوع على عيدة وبدو تيسولوا فيه شنو درتو هادا مهم من بعد هو سولهم على رافيف حيث بنت ليه ما كيناش هي بوحدتها ليه ما كيناش نعمة بقى تسكتش ويا وهي تقول له في الحقيقة ولدي راها كانت خدامة هي وعمر علش ورق ديال الشركة ومن بعد راها خرجت هي وياه ما عرفنا شفين مشات عيمران تفاجأ بزاف وتتخلع على رافيف وهي تقول له سوزان في الحقيقة احنا ما متأكدين شوالا كين في حلوال وتكون سمعتني انا وخالتي نعمة كنهضروا على عيدة تكون ساقط الخبار واكيد غا تكون بغا تجيل عندك باش تشوف شنو واقع وعمر غا يكون وقف معها وبغا يعاونها عيمران بدت يغوت على الام دياله وقالها لش كدبتي عليها تصلت بك قبيلة قبل ما نجي للدار وسولتك على رافيف وقلتي لي راها ناسا نعمة توترات وقالت لي هغيس محلى ولدي كتبت عليك ما بغيتش نخلعك ونبرزتك على والوخفتك يطلع لك الدم وتغضب زي ما حيتش كينا مع عمر المهم هو هز التليفون دياله وحاول انه يتصل بها وقال لي همش انتوا مع اي تتولها قالوا لو راها كان تتصلوا بها لا هي لا عمر ما تيجاوبوش عمران حس باللي شي حاجة ماشي هي هذيك وتتخلع بزاف وهز التليفون ويحاول انه يتصل ما جاوباته شرا فيه فعمرته هو ما تيجاوبش وفي هاد اللحظة هذي كيف كتشوفوا معايا توصل بواحدة الرسالة هاد الرسالة في هالصورة مرسومة ديال عمر يعني سفتوها لو من المركز ديال الشرطة هذيك الخدامة والرجل هالع الساس لي كانت محبوسة عندهم دينا وهما اللي اعترفوا عليه وحاولوا انهم يوصفوه يوصفو الشكل دياله للشرطة وحاولوا انهم يرسموه باش يقلبوا عليه هنا يا عمران من يوصلوا هاد تقرير هادا من البوليس سافي تأكد ان عمر يعني هو السبب في ذاك شي كله وهو اللي يساعد دينا باش تخطف بنتها عيدا واكيد عنده شي سبب لي خلاه يدير هاد شي كامل والموضوع عنده علاقة برافيف سافي هو زد تخلع بزاف وتقلقه وتأكد مية في المية ان رافيف كينا في خطر وهي معه عمران عاود كل شي للدرج يعني العائلة دياله قال ليهم انا كنت كنقول لها ما تتاقش في هاد الراجل من الول صدق هو اللي عاون دينا باش خطفات عيدا وهو اللي متحت راسو زع ما هاد شي كامل اللي وقع علينا وده بغادي انتاقلوا لعند رافيف وعمار بينوها خرجة من المستشفى هيوية وقالت ليها انا ضروري خستني التليفون ديالي باش نتصل بعمران قال ليها وعمار شوفي التليفون كهوا عندي ويتسولو وقالت له كيفاش عندك شنو تيدير عندك قال هلا رافاش كنت ينتيم عن الطبيبة بقى كيسوني وكان عمران هو اللي تيتصل ما بغيتوش يتقلق وليتخلي عليك وجاوبتو وعاوت ليه وقالت له شنو كاين سافي ومن بعد ديك الشي راه تدي شارجة ما بقاش فيه الشحن وهاد شي علاش خليته عندي في جيب داك الساعة غايكذب عليها كتر وكتر وغايقول لها ان عمران طلب منو باش يدي رافيف لعندو لشي مكان آمن هنا هي هي غا تتغرب غا تقول له كيفاش غا تديني المكان آمن غايقول لها شو في عيدة راه كانت مخطوفة دينا دا بارها دخلت للسيجن وهو تلب مني باش نديك الشي بلاسة آمنة ويقدر يجي عندك فيها ما عرفت شي علاش بالضبط مهم انا قل ليه نفد هاد شي وانا غا نفدوه انا غاي وقف معاكم زعمة بالسافتي الصادقة ديالكم دا بخاصنا نديرو داك شي لي تلب منه هي متابعة لحال ما غديش تشك فيه لانا ما عارفة علي هتشي حاجة خيبة غادي تتاق فيه وغايسحب لها بالصح عمران هو لي تلب منو داك الشي وغاتمشي معاه بريداء لا خطر خطرها غنشوفو من بعد عمران كي تتصل بمركز الشرطة باش يبلغ على عمر ويحاول يطلب المساعدة ديالهم وهنايا غادي يخبروه ان دينا اعترفت على عمر بكل شي داك شي لي دار معها وقالت لهم انه هو لي خطط لها لكل شي وهو لي كان كي يعاونها باش تخرج من السيجن هو لي تدخل لها كذلك وانه كان كي يجي كي يزورها دف ديال مرات في السيجن وعاونها حتى خرجات وخطفت بنتها نقطع المكالمة ديالو تعصب بزاف وعاود ليهم كل شي وقال ليهم انا عيت فيها ما تتقش في هدك الراجل ما كنش كنحملو حسيت به ماشي هو هدك ولكن هي ما سمعتش الكلامي كلهم تخلعوا على رافيف وعارفو باللي عمر خطفها يعني 100% غنتقلوا من بعد عند رافيف وعمر غايبينوهم ماشين في السيارة واحد الساعة رافيف غادي تحس بالعتش وغا تطلب منو باش يوقف شي بلاسة ويجيب لها قرعة ديالما هو ما غاديش يقول لي هلا طبيحة لحال غادي ديالك شي اللي كتطلب منو ومني غادي ينزل باش يجيب لها المهي غا تبدا تقلب على الشاحن ديال الهاتف غا تحاول انها تلقاشي شاحن في السيارة باش دعمات شارجي التليفون ديالها وهنا غادي تلقا الدوايات او لادوك المضادات للاكتئاب اللي خاص عمر يشرب ما زالين عامرين ما خدم منهم حتى شي حبا غا تلقاهم وغا تقرأ وغا تعرف ديالاش هدك الدوا غادي تتذكر الكلام اللي كانت سمعت في المستشفى اللي قالت ليه الدكتورة ديالو فاش وصاته انه يشرب الدوا ديالو بنتي دام وانه دوا ديال مضاد للاكتئاب وانه مجهد بزاف الى اخيره وهنا يعاد فهمات الدكتورة اللي ايش كانت كتهدر ليه بالضبط المهم من بعد غا نشوفو باللي عمر مني نخرج يجيب المال لرافيف تسلحت هو بالمحامي ديالو وطلب منو يجيب له سيارة وحد اخرى من غير هاديك اللي يركب فيها قالوا اكيد كيف ما كانوا مراقبين التاليفون غادي يركبو حتى السيارة ويقدرو يلقاوني بسرعة فجيب ليه سيارة وحد اخرى من بعد مني نرجع عند رافيف السيارة قالت ليها راني قلبت لاشي شاحن عندك هنا باش نشارجي التاليفون ونتصلو بعمران ولكن ما لقيت والو قالها شوفي عمران راني اتصلت به من واحد الهاتف كان في المحطة وراح قال لي غادي جيب لنا سيارة اخرى نركبو فيها حتى هي غا تكون امينة ما بغاناش نمشيو في هادي دونك احنا غادي نتسنو السيارة وغا نديرو ديك شي اللي يطلب مننا رافيف كل ما كيزيد عمر يغرق لها في الكذوب كل ما كاتحير كتر وما كتفهمش علاش عمران زع ما غي تصرف بحال هاكا وعلياش بغي يديها البلاصة امينة وعلياش بغي يجيب لها سيارة وحد اخرى دونك ما غاديش تقدر تستوعب هاد الهدرة كلها بعقلة فش كتجاوبوهي بهاد طريقة وكتستفسر هو تيينكر كل شي تيقوله في الحقيقة انا ما عارف والو انا غير بغيت نوقف معاكم مصافي هو طلب مني هادشي وانا ما قدرتش نرفض ليه الطالب ديالو فأنا غير كنساعدكم بلا متسوليني عافك راني ما فاهمش حتى انا شنو هو الموضوع ولكن قريبني غنطلقوا عمران اكيد غاديش رحلين غنشوفوا دماء عمران غالس في المكتب ديالو مع المحامي وتيهدروا على نفس الموضوع دائما عمر وكذلك رافيف المحامي خبر عمران انهم اتصلوا بهم المستشفى وقالوا له انهم شافوا تم عمر ورافيف وهو اتصل من بعد بالدكتورة ديالها وسول على الحالة ديالها وطمناتوا الدكتورة قتلوا رافيف راكنت مزيانة والحالة ديالها مستقرة وكذلك ما كان بيناتها وبيندكسيد حتى شي توتر يعني جاوا عاديا فأكيد يعني ما بينش عليهم حالة انه واحد خطف وحدة كانوا كيتصرفوا بشكل طبيعي جدا دا بقى لو غير تهدن وما تخافش زماليها اكيد ما غيكون نوقع لها حتى شي حاجة عمران سولو واجسا في هاتشي اللي يعرف وهو يقول له في الحقيقة كين واحد الحاجة وحدة اخرى عرفت ان عمر كان كيت تعالج عند واحد طبيبة نفسانية وراهم ننفقد يعني الابن ديالو وزوجة ديالو في الحاديث وهو تصاب مرض نفسي وراه ما زل تياخد لعلاج ديالو معاه وزيادة له هاتشي راخبروني كذلك ان عمر ارمى التليفون ديالو في المستشفى لانهم كانوا كيراقبوه من خلاله ومن بعد لقاوه غير مليوح تماماك يعني ما خداهش معاه ننخرج من المستشفى خرج بلا التليفون هنا يا عمران تأكد مليون في المية ان عمر اختف رفيف وانه غيدر لها شي حاجة ما شي هي هاتك واكيد ان النية ديالو هي الخطف لانه فهم باللي هو كي يعتقد ان الزوجة ديالو والابن ديالو ما زالين عايشين فبغي ياخد رفيف بصيفتها زيما الزوجة ديالو وبغي ياخد موعاد بصيفتها لابن ديالو عارف باللي راه انسان مزعزع ماشي نغمال واكيد كيف يفكر بطريقة ماشي ساليمه غدي يطلب من صديق ديالو جلال انه يتصل بالاب ديالو ديال عمر ويسول فيه ولكن جلال ما غيجاوبه حتى شي واحد فاش غيتصل بدك النمرة لونك الاب ديالو اصلا ما بقاش تمه غدي يكتشفوا انه صافر خارج البلد منذ شهرين وما غيلقوا عليه حتى شي اخبار كيف كتشوفوا معايا في الصور يعقوب حتى هو كان معاهم وكان كي حاول يساعدهم ودار الاتصالات ديالو من بعد عمران غيطلب من جلال انه يمشي لتحكم الشرطة حيث غدي يمشي ويقتحموا المنزل ديال عمر باش يفتشوه هنا يغيبينوا لينا رافيف وصلت لي اخت فيندها عمر وما زال الحد لان ما فاهمة والو وما زال غيكتسول فيه كتقول له له هاتشيرا ما يمكنش هاتشي جاني غريب بزاف انا ما فهمش لاش عمران كيتصرف بحال هكا المهم هو غيدخلها لداخل كيف كتشوفوا معايا وغيحاول يسكتها وغدي يقول لي هانا غديمشي نجيب التليفون ديالي راني نسيته في السيارة باش نتصلوا بعمران مني غيطلع هو اللي يختلفه غدي يسد الباب من على برة بالساروت وهكذا الرافيف غتخف بزاف وغدي تسوله غتقول له سيد عمر عرش سديتي علي الباب حال هكا عفاكي اللي قدرت تحلو حيكون حسن انا ما تنبغيش للاماكين المغلاقة وهو غيقول لها شوفي من هنا القدام ما تبقيش تقول لي لي سيد عمر مرتي العزيزة وغيبدي عييت لها باسمية ديال مراتو هي ما غتفهم وغتقول لي شنو غتقول غيقول لها هادش اللي كتسمعي هو لي كاين انترا كي مراتي وغتبقي هنا حتى نجي وغدي نمشيو من هنا بحالنا غدي نسافرو حنا يا والولد ديالنا والابن ديالنا سافي هنا يا رفي في عودة تذكرات لكلام ديال الدكتورة النفسية وعرفت باللي رها معه مختل نفسي وعقلي وسافي مشت فيها وانه باغي يخطفها وذلك شي كله اللي قليها لعمران غير كان كي يكذب المهم وخاها كبقت كتحاول معه زعم كتطلبو كتستعطفو باش يحلي هالباب هو ما بغاش قلها شوفي انتي ركي ما كتذكر التاشي حاجة انتي تعرضتي الحادث وما بقتي عقلي على والو فقدت الدكرة ديالك هادشي باش ما عرفتينيش ولكن انتي ركي مراتي ولاخره ولدنا كيهدر على موعد رفي فتع السبات وبدت كتعير فيه وكتقول له انترك مختل العقلي وش كتفهم هادشي وعيات ما تغوت وهو عودكي حاول يهدن في هاته يقولها شوفي انتي ركي ما عقلي على التاشي حاجة قال لي هاوش عقلتي فاش طلبتي مني اننا نسافره انا وياك والابن ديالنا ونبعدو ومشيو شي بلاسة فيها البحر ونبقاو فيها شي ست شهور ولاكتر نقصو فيها بزاف حتى نشبعو وعاد نرجعو انا ديك الساعة ما وافقت شو بديت كنغوت عليك وكان قول لك انتي غير كتفشي عليها وطلعت ليك الدم ومن بعد خرجت ومشيت حالاتي انتي زيتي السيارة ديالك وحاولتي انك يتلحق عليها وهنا يا تعرضتي لها داك الحادث سافي رافي فمني شافتو موسر وشافتو رهم سطي وما غتدي منه لحق لباطل حاولت انها تسيرو والتواجب معاها تديه على قد عقلو كيف تنقلو باش بحرات وصل الهدف ديالها قلت ليها اه بالصح دبا عديت كنت تفكر عندك الحق قال لها وش بالصح تفكرتي قلت له اه تفكرت سافي دبا عاد عرفت الحقيقة وعرفت كنتا هو رجلي ودبا خاسنا نديرو شي حاجة انا وياك باش نجيبو ولدنا من هديك الدار حيث هو ماشي ولد عمران ولد كنتا وولدي انا خاسنا ضروري نعتقوه حتى هو ونديوه معانا سافي بدتك تلعبلو على دماغو هو تيقها واحد اللحظة تصدقها بقى كيسول فيها وتيقولو شم تأكدك هتقول له اه خلت له دبا خاسك ضروري تحل عليها وغادي نتصلو بيهم في الدار في القصر وغا نقولو لهم وناخدوه ومشيو من هنايا ونهربو بحالتنا حالكة الدار معايجي داري صغير هو مني نسمع هادشي ارتاح وعجبوه لحال وطيقها حتى هو وفتح ليها الباب كيف كاتشوفوا معايا نزل عندها وحاول انه يعنقها ويتقرب منها حيث فرح بزا فني قاتلي داك الهدرة وهي ما خلاتوش قاتلو عفكا عمر عطاني شوية ديال الوقت حيث انا يلا بدي تكن تذكر جزء بجزء ما زال ما عقلاش على كل شي خسني شوية ديال الوقت سافي هو ما تقلقش منها نهائيا قنعاتو بديك الهدرة ديالها وقنعاتو كذلك باش يخليها تصل بالقصر واتطلب منهم باش يجيبوا لها ولدها موعد وهد شي كله متابعة لحال غير خطة من عند رافيف حيث حاولت انها تستضرر الوقت اللي تصلات رافيف بالدار عمران كان حتى هو تمو وكانوا كلهم مقلقين وكل شي تيقلبوا البوليس كيقلبوا وما زال ما القوش الاتار ديال رافيف وعمر المهم اللي غد تصل بيهم غد ياخد عمران التليفون وغيبدأ يدوي معها هي ما غد تبغي تبين حتى شي حاجة قدم عمر وغد تبدأ تدوي بالالغاز مع عمران باش بحرات تحاول تبين لهم ولا توصلهم بطريقة غير مباشرة انها محبوسة في المينة وانها كينة في واحد اليخت فغد تكلم معها على اسس ان عمران هو كلتم وغد تبدأ تشرح لها وتقولها عفك غدي تجيب لي يا ولدي حيث دروري خسني نتلقى به وباش نخرجو وبغيتو باش ينشط شي شوية وقول لي يجيب معها اللعبة العزيزة عليه هاداك الباطو وذاك اليخت وهو راه ما كان شعزيز عليه نهائيا هاد الالعاب وهو عزيز عليه غير الطائرات وهنا يا عمران تستغرب وبقت يربط الكلام ديال رافيف وحاول انه يفهم وبصحة شي اللي وقع زي ما عرف انها كينفح في شي يخت وكينفش بلاسة فيها القوارب عرف انه غيكون خطفها وبغي يديها شي بلاسة اخرى بني غتسلي المكالمة ديالها عمر غيفرح بزاف وغيبدأي عنقها غيقولها واخيرا غنجمع انوياك وولدي كيف ما كناش حال هدي وغنعيش حياتنا بشكل طبيعي بحل كيف كنا من قبل المهم بعد غيخليها تمو غيعود يطلع ويسدع ليها باش يطمأن على الوضع ويتسنى امتى غدي يجيبوا ليه معاد تصل بالمحامي دياله باش يستمعها كل شي قالوا غدي تتعرض للخادمة هي والابن ديالي في البلاسة الفلان فلانية بالسيارة وفوا يوصلوا لذيك البلاسة غدي تخطف الولد من عندها وغتجيبوا ليه البلاسة فينكين مهم هدي يه الخطة ديال عمر وكذلك المحامي دياله اما عمران فعرف لمكان ديال رافيف عرف ان خاصو يمشي يقلب عليها واعلم الشرطة وتجو كامل لذيك البلاسة باش بحراء يعتقوا رافيف من ديك السييد غنرجو عند رافيف عمر غيولي يرجع اللي عندها لتحت من بعد ما غيتكلم مع المحامي دياله غدي يقول لي هايك ما فيك الجوع انا غدي نسيب لك سوندويتش وبقى مقلق شوية ومتوتر قلها تعتلو بزا فعندك يكونوا عاقوبين ولا شي حاجة قتلوا لا ما تخافش ما غاي عاقوب تا حاجة اكيد غدي يجيبوا لنا ولدنا وغدي نمشيوا من هنا المهم هزت هدك سوندويتش وبعدات من حداه وقلستك تاكل فيه باش تلف حتى هي الوقت وما تقربش منه وكتر من هاكا وهو رجع تلع الفوق باش يطمأن ويتسن معاد امتى غدي يجي حتى البين يديه غيوريونا من بعد كل توم مع رجال شرطة وكذلك جلال ويعقوب كيوصيوها شنو غدي يدير بالضبط كيفاش غدي تصرف مع المحامي ولا هدك الشخص اللي غيجي من طرف عمر باش ياخد معاد باش هما يقدرو يدخلو في الوقت المناسب ومن بعد غيبينو المحامي تيتكلم مع عمر وكيسولو ام دراوش وصل لولدو لمازال المحامي قالو بقي انا قاس كانت سنة مازال ما بنحتاش يحد وبني غيقطع معاه غدي يشوف الشرطة قريبة من المكان اللي كان فيه الياخت وغدي يتخبه وغيبقى حاديهم البعيد وغيعرف باللي عمران صافي عنا عرف المكان ديالو وجلتما باش يبحث عليه هو والبوليس وكذلك تفكر الكلام ديالا رافيف مني كاتكت هدر معا كلتون في التليفون وقاتليها اعطيه اللعبة ديالو اللي عزيزة عليه اللي هي داك الباتو يجيبها معاه وهنا تفكر هو أيضا انها موعد عزازين عليه غيط طيارات معمرو شافوك يلعب بشي باتو وفهم باللي رافيف دارت له فخ ويعني دارت داك شي بالعين باش توصل لهم المكان ديالها صافي هو غدي يمشي كي جري غدي يحاول انه يسرع ويمشي الله ما يختف غير رافيف بوحدها ولا يصدق لا رافيف ولا موعد فبدأتي يجهز اللي يخت باش يخرجوا من تماما في اقرب وقت قبل ما يوصلوا الشرطة حتى اللي يخت بنفسه من بعد غيبينو اللي ناكلتو قالتك اتسمنا في المحامي ولا فعدك الشخص يا ما كانتش عارفة في اللي وشكل غاي يجي بالضبط ومني وصل عندها وسولها على موعد قتليها راكين ومعاه باش يعرفوا المكان ديال ديال عمر ويتأكدوا لانه خاهاكك اكيد غدي يديروا معاه التحقيقات ديالهم رافيف غدي تخنق بزاف غيبينوها سافعيات وعاوت اني يرجع لي هادك التوتر ورجع لي هادك الحرق اللي كان فيها وبدت كتغوت وكتطلب النجدة وكتدرف ديال الباب كتطلب من عمر انه يفتح عليها كتقول له زي مراني تخنقت ما عرفتش انه يعاق بيها المهم كتحاول ما امكان وبينوها بحالة بدت كتجيها الدوخة والصخفة وهنايا عمران غدي يبينو هجال ديال البلاسة والحق على عمر قبل ما يقلع بدك الياخت قبل ما يتحرك به دونك اعتق رافيف اخر لحظة وكذلك الشرطة كنت معاه وهنايا كيف كتشوفوا معايا في اللقاطات الشرطة كتعتق العمر من طبيعة الحال ما كيبغيش يمشي معهم بخاطره وكيبدأ يحاول لانه يهرب منهم وكيقول لهم لا تلقوا مني هو بالنسبة لي ما ديرش شي حاجة غالطة تيقول لهم هذي كراه مراتي أنا ما ارتحت شي حاجة تلقوا مني تيحاول لانه يخرج راسه وفي الاخير عمران مشتتي يجري وحل هذك الباب اللي كين في الياخت واعتق رافيف كيف كتشوفوا معايا كان واحد مشهد جيد هو اثير واحد لقتت زوينة بزاف رافيف منين شافت عمران عنده باش ارتحت وباش قدرت تنفس من جديد وعاونها حتى طلعت من التحت من البلسة في المخبعها عمر وبدت يعنق فيها بواحد الحرارة وفرحوا بزاف حيث اجولوا وقاوا ببعدياتهم وهكذا ما غيبقى لي غير نقول لكم حكيتنا مشت مع الواد وانا بقيت مع ابنات الجواد فانكم بصنا نهاية دي الحلقة دينا كنتمنى انا تكون نالت اعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا في خلال المعاودة بالنسبة للبنات دائما تيقولوا لي عليش ما كتحتش الفيديو وكتبقى يغيك تهدري غنعاود نذكر ان الفيديو منوع علينا باش نحطه وما غتلقيه في حتى شي بلاسة حيش ما منوع من النشر وكي ننشي حويش في اليوتيوب يعني خستكم حتى انتم ما تكونوا عارفين غدينقول لكم شكرا على المتابعة مرة اخرى غدينعبدكم في الفيديو المقبل ان شاء الله خليكم في الموعد وإلى اللقاء